وجه محافظ شبوى الشيخ عواضي بن الوزير باستئناف عملية التدوير الوظيفي لمديري الموارد البشرية والمالية بوحدات الخدمة العامة بشبوى عملا بمواجبات ومقتضيات تحقيق مصالحها وتنميتها الإدارية وإصلاح الإداري المنشود على أن تبدأ المكاتب هي الصحة والسكان بالمحافظة ومستشفى عتق العام للأمومة والطفولة جاء ذلك خلال ترأسه اللقاء المشترك لقيادات مكاتب الخدمة المدنية والمالية والجهاز المركزي والصحة والسكان والشؤون القانونية ومستشفى عتق العام للأمومة والطفولة وكلف المحافظ شبوى الجهات المعنية بالشروع في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاستكمال عملية التدوير اشتركوا في القناة